موسيقى المخدرات آثة المجتمع لكل زمان فهي تفتك بالجسد والروح والعقل فإذا كان جسدنا أمانة فإن تعاطيها والتجارة بها فهي السرقة وخيانة مباشرة لهذه الأمانة وللمساهمة في نشر الواعي للقضاء على هذه الآفة الخطيرة في مجتمعنا والحد منها معنا الآن ضيفنا داخل الستوديو الدكتور إياد عثمان رئيس جمعية أصدقاء الحياة لمكافحة المخدرات أهلا وسهلا فيك شرفنا دكتور إياد لو نحكي عن مدى انتشار هذه الآفة في المجتمع الفلسطيني خاصة قدش مدى انتشارها يعني للأسف في الآون الأخيرة هناك انتشار كبير لهذه الآفة وطبعا هذا لا يخفى على الإنسان اللي بتابع الأخبار انه كل يوم هناك في عمليات ضبط لكميات كبيرة هذا مؤشر انه فيه سوق وفيه هناك رواج للأسف لهذه المادة وكذلك نستدلم من هذا الموضوع من عدد الناس اللي بيجوا يراجعوا يطلبوا المساعدة للإرشاد والعلاج يعني فمنقدر نقول للأسف هناك تضعف يعني مش أرقام بسيطة نتكلم عنها لكن يعني زيادة حقيقية في الأعداد عن السابق عن السابق اه يعني رغم انه هناك في القانون الفلسطيني الجديد يعني وفيه أحكام رادعة رغم الجهود الجبارة اللي بتبذلها وبصدق الأجهزة الأمنية بهذه الفترة الأخيرة جهود مميزة يعني بنسمع تقريبا شبه يومي عن عمليات ضبط ورغم الشغل اللي نحن بنشتغله وكل الناس اللي أو الجهات ذهت العلاقة لكن للأسف هناك أيضا يعني انتشار لهذه الظاهرة والمواد المخدرة بشكل عام نعم طب لو نحكي عن الفئات العمرية لأكثر إقبال على تعاطي المخدرات في المجتمعنا للأسف يعني نقدر نقول من حوالي 12 سنة إلى 24 سنة من كل الجنس هنا وهي يعني نحكي أكثر فئة يعني أكثر فئة هم هذول اللي بيستخدموا المخدرات كونه أنه دائما يعني نعتبر بوابة التعاطي هي تقريبا التدخين ف95% من اللي بتعاطي المخدرات أو بكونوا عرضة لتعاطي المخدرات هم المدخنين و5% بقى بتعاطي المخدرات لكن هم غير مدخنين تبيرت تحكي لنا شوي هيك عن طريقة كيف الشاب ببلش يتعاطي أو كيف ببلش يضمن على المخدرات يعني شوف في البداية ضمن قناعتنا لا يوجد هناك أي سبب يخلي هذا الإنسان يتوجه للمخدرات لكن أحيانا المعلومات الخاطئة المفاهيم الخاطئة اللي بتم ترويجها من قبل التجار نفسهم أو الموزعين ممكن أنه تلعب بعقل هذا الشخص يعني إنسان مثلا عنده مشكلة سواء نفسية سواء اجتماعية أو اقتصادية بيكون عرضة لأكثر من أي صديق من أصدقاء السيئين لما بيجوا بطلبوا منه أو بقولوا له إنه يعني تدخنها السيجارة خدها الحابة ممكن تنسى هموماك تبلش بهذه الطريقة أو أول مرة وتاني مرة بيكون مجانية طبعا في لحظة الإدمان عليها بيصير إنه بده يدفع بده يدفع بده يدفع يعني إنه بحاولي بده أجرب أنا بدي أسمع في ناس كتير إحنا في عمليات التوعية اللي بتقوم فيها كجمعية أو معظم الجهات كمان اللي بتقوم في هاي الأمور منعتبر التوعية يسافذوا حدين نعم فإحنا يجب إنه كمان لما نعطي معلومة أول شي نعطيها بدقة وبألمية وفي نفس الوقت إنه ما نحاول نتطرق للمخدرات لفئات ما بتعرف فيها كمان ليش نقولهم إنه في مخدرات وإنه بتعمل واحد نعمل واحد عشان ما يتعرضه بالمستقبل للمخدرات أو لحد يحكي على المخدرات قدامه يعني صحيح إحنا يعني برضو يعني يجب أن يكون دقيقين في توصيل المعلومة ممكن نحكي عن الحرافات السلوكية بشكل عام لكن ممكن نحكي عن التدخين نحكي عن جزء من المخدرات لكن مش دائما يكون العنوان المخدرات كونه إنه إحنا منثير الفضول وحب التجربة عند هذا الشخص بولك بدي أجرب أنا وهذا للأسف يعني أنا نتيجة للحالات اللي بتيجينا إنه في جزء كبير كمان هم من أصدقاء حواليهم أصدقاء السيئين وفينا بسر وقت حب الفضول والتجربة أكيد طبعا يعني حب الفضول بالأساس هو اللي بخلينا نجرب أشياء سواء سلبية أو إيجابية وحب المغامرة كمان لكن خلينا نحكي كمان عن خطورة عدم مراقبة الأهل لأبناءهم خاصة بمرحلة المراقبة وتأثيره على أنهم ينجروا وراء هاي المخاطر وهاي الأمور الكثير سلبية منها المخدرات يعني إحنا بدنا نأكد أنه دور محاربة المخدرات مش لازم يكون دور جمعية أصدقاء الحياة فقط ولا دور الأجهزة الأمنية أو الشرطة لا البيت هو الصمام الأمان نعتبره وهو خط الدفاع الأول في المحاربة هاي الظاهرة الرقابة الأسرية لها تأثير كبير على حماية الأبناء كماني كان المدارس نشر الوعي في مدارس لكن لسه في الأساس طبعا البيت الرقابة الأسرية في البيت إذا عدمت هناك رح يكون تأثيرات ليس فقط في موضوع المخدرات لكن في الانحرافات السلوكية بالشكل العام ممكن تأدي لطعات المخدرات أو شيء أكبر لكن إحنا منحكي أنه هي عملية متكاملة يجب أن يكون في هذا الشيء يعني في البداية الأسرة والمرحلة الثانية تكون المدرسة بعدها المجتمع المؤسسات المجتمع المدني المؤسسات الرسمية كله له دورة هي عملية متكاملة لكن الأساس فعلا هي البيت والأسرة إحنا منعتبر أنه الأم اللي بيجي ابنها الساعة 12 ووحده وتنتين بالليل وهو عمره عشر سنين تناشر سنة الأم اللي بتحاول أحيانا من حبها لطفلها أو للمراهق أنه تغطي على أفعاله ما تخبر أبوه المصروف الكبير كمان وهو بتأي لهذا كمان من أكبر الأسباب اللي ممكن أنها تخلي أي شد أنه يتوجه لشراء المخدرات لأنه بيكون معاه فلوس كتير فهو بالتالي شو بده يعمل فيه ممكن يروح ليعمل أشياء كتير غلط يعني الدلال الزائد والمفرط كمان هذا له دور ودور تاني أنه من بعض الأهالي ما بيسألوا أبنهم من عمره 14 سنين من هنا جبت المصاري هاي أنه منهم مع مصاري يعني هاي كمان مشكلة كتير إحنا منواجهها ومنشوف يعني حالات يعني إحنا عشنا معهما الأوضاع أنه برجع الولد مثلا عمره 14 سنين مع عامتين شيكل هو بيشتغلش طب يسأله منين عنا حالات أخرى كان وهي تكررت معنا أكتر من مرة أنه الأم بكتشف أنه الأبن بتعطى فمنحبها الزائد بتخبي عن أبوه وقد تدمره نهائيا ممتاز بعد سنة كان الولد مدمن وفي مرحلة سيئة جدا جدا وتم إلقاء القبض عليه عشان هيك يعرف الأب يعني الأمور في بدايتها ممكن قدر نساعد فيها بشكل بسيط ما في عندهم معي أبدا يعني ولا ثقافة للأسف إحنا عشان هيك ما منركز فقط على المراهقين لا إحنا منعمل اللقاءات توعية للأم للأباء منعمل العمليات تدريب للمرشدين التربويين اللي في المدارس للأخصائيين الاجتماعيين كل واحد له دور يعني إحنا أي جهة تطلب مننا موضوع تدريب في مجال التوعية وليقاءات منتوجه وبصدق يعني دائما حتى بعد اللقاءات الراديو اللي منحكيها مرار أو من الإذاعات أو الفضائيات إلا نلاقي اتصالات بعد يعني بيوصل الصوت بيوصل بيوصل لكن يعني لا يكفي يعني هي عملية لزي ما حكينا عملية متكاملة ومن يمدي وصل صوت نغال الإعلام وإذا كان الإعلام مسؤول والإعلام هدفه محاربة الظواهر السلبية في المجتمع فلا يقوم بدوره بشكل كبير وليس بشكل موسمي يعني الإعلام ينركز على ظاهرة يعني هو السلطة الرابعة بنقدر نقول وعننا حالياً بفلسطين يعني بجد أقول حتى سلطة رابعة وصلت الأولى حالياً نشاهدين وصلت الثانية من كتر تأثيره الإيجابي أو السلبي على الحياة الفرد مثل ما حكيت الوسيلة الأفضل والأشمل والأسرع لإيصال المعلومات ونشر التوعية بكل المجالات أنت من شوية ذكرت مثال على خوف الأم على ابنها عشان هيك خبت على أبو وعنجد وصل لمرحلة الإدمان خلينا نحكي كمان عن إهمال الأهل وخلينا نقول درجة الجهل الموجودة عندهم بالأسرة أو بالبيئة بشكل عام لحتى يخافوا على أولادهم ويوعوهم أكتر بالقصص التخوف من فاق السوق من المجتمع اللي عايشين فيه كمان فيه مجرمين أنا بعتبر عن جد أي حدا بيشجع تاني على أن العاطفة هو مجرم كتير كبير يعني لا نحكي بصراحة شوي الموضوع ليس فقط دور الأسرة الموضوع التربية كمان يعني لما نيجي إحنا للمتابعة في الأسرة غير موجودة الطفل اللي ما بيكون عمره خمسة سنين ستة سنين سبع سنين قاعد بحضرة التلفزيون الأفلام اللي بيحضرها على MBC وعلى الأفلام على المحطات التانية بتجيب تاجر المخدرات أنه إنسان يملك المال يملك السيارات يملك السلاح يملك النساء بصبح هذا الإنسان قدوة صح للطفل لما يكبر يوم عن يوم وهذا فعلا يعني أنا بستغرب يعني بشوفه هو كمثال فهو بدي يعمل زيه وخاصة في غياب القدوة إذا كان الأب مثلا يدخن إذا كان فيه الأب عفوا متوفي أو منفصل عن الأم أو بيشتغل في إسرائيل وبي في فترات طويلة فبصبح هذا التاجر المخدرات أو الإنسان نقدر نقول يعني السلوكيات وخاطئة هو قدوة لهذا الطفل فقبل فترة بنسأل طفل عمره تمام سنين شو أمنيتك قال أطلع تاجر المخدرات تخيل يعني أه يعني بحكيها بكل براءة أو بكل بساطة في ناس واعي لموضوع المخدرات عننا في مجتمعنا الواعي بزيد يوم عن يوم لكن هذا لا يكفي لأنه إحنا يعني منحاول أن نوعي الإنسان بمخاطر المخدرات عشان ما يوقع في هاي المصيبة لكن كمان دور أنه الأسرة تاخد بجدية لأنه بعتبروا أنه أنه قول الله أنا ابني بربيته وأنا بعرف أنه أنا ابني مش رح يعمل هاي شي لكن لما توقع على المصيبة بيكون فات الأوان وتعرفوا موضوع الوصمة الاجتماعية موجود عندنا بفلسطين كتير يعني أنه إذا كانت تعاطي المخدرات لأحد أفراد الأسرة رح يأثر بشكل كبير طبعاً على كل العائلة أكيد أكيد وممكن يقضي إلى تمزق النسيج العائلة البنت المتزوجة إذا أخوها مدمن ممكن عفواً يتطلع أو محد يتجوزها الإنسان كمان اللي بتم الخاء الخبض عليه ضمن القانون ممكن يكون في إله عدم حجر السلوك ما يأخذه فبالتالي رح يأثر على كل الحياة العامة فبيخافوا أحياناً يلجأوا إلنا في الدم حياة عائلته فبيخافوا يلجأوا أحياناً للناس لكن إحنا الحمد لله يعني وبفضل كل الجهات اللي بتساعدنا يعني من واحد المعنوية إنه ممكن أحياناً يجي الحالة يجي عندنا بدون ما يذكر اسمه ومنعدنا نتعامل معه شهرين وثلاثة وأربعة وما بدنا إحنا ما بهمنا نأخذ معلومات إحنا نعتبره إنسان مريض المتعاطي أو المدمن وليس التاجر إنه منعتبره مريضين مريض السكري مريض الضغط مريض القلب ماشي وبتمع علاج أنتو يعني بتوفروا له العلاج لا لا ما هو شوف إحنا علاج غير دوائي نفسي طبعاً إحنا كله من خلال جلسات التوجيه وعنا خط ساخن خط إرشادي طبقينا نفرق بس طبعاً نفرق بين العلاج النفسي والعلاج اللي هو الأدوية اللي ممكن إنه في عنا موجود إحنا مراكز للعلاج هلأ الإدمان عنا نوعين إدمان نفسي وإدمان جسدي الإدمان الجسدي اللي هو ممكن أتوجه أنا لأي مركز لإخراج السموم اللي كانت في جسم هذا الإنسان وتأخذ فترة من أسبوعين لتلاتين ما هي المراكز؟ أش طبيعتها؟ يعني عشان أكون صادق عنا في الضفة الغربية لا يوجد غير في ضواحي القدس عنا مراكز علاجية نتمنى إنه رح تتطور قريباً في عنا وزارة الصحة في الأشهر القليلة القليلة إن شاء الله رح يكون في عنا افتتاح كمان مركز في بيت لحم طيب على الحكومة لوزارة الصحة وهذا يعتبر إنجاز لأنه إحنا نعتبر أنه العلاج دي يجيب أن يكون مجاني وهو مكلف إذا ما كانش مجاني على الفرد فأنا كمان إذا إنسان مدمن وبدأ تعالج وبدأ تفعله خمسة ألاف شيء لا بقول لك خليني مدمن وهذه المشكلة اللي بنواجهها عنا مراكز لكن مش في كل الفلسطين لكن في عنا في منطقة القدس رح يكون في عنا مركز علاجي كبير جدا خلال فترة بسيطة وفي عنا واحد رح يكون تابع لوزارة الصحة في بيت لحم المراكز اللي موجودة جيدة لكن لا تفي بالغرض لأنه بدنا يعني الأعداد أكبر ما إنه الأعداد عم بتزيد ويمكن ما فيش مراكز وفيش مراكز وفي نفس الوقت هي مكلفة للفرد هلأ هو اللي بيتعالج بيدفع حاليا للأسف مع إنه إحنا ضمن نظام العمل والحكومات إنه يجب أن يكون هذا مجاني فعشان هيك إحنا الجانب الجسدي هذا ممكن الواحد خلال أسبوعين ثلاثة إحنا بنسميها بلغة عفونا الإدمان أو هذا إنه ينظف يعني بنظف كل السمون الموجودة في جسمه فببطل عنده يدأش الجسدي آه يعني اللي هي نسميه إحنا عملية الانسحاب هي بتكون صعبة لكنها بدا تكون بإشراف طبي المشكلة هو إنه إحنا في الإدمان النفسي الإدمان النفسي هذا ما بنقدر في يوم ويومين وشهر وشهرين نقيمه هذا بدي يكون هناك في متابعة بدي يكون هناك في جلسات إرشادية يعني هو أصعب من العلاج الجسدي طبعا لأنه ممكن بعد خمسة سنين رجعك طب يعني حسب حكك هذا إنه لازم العلاج الدوائي يسبق العلاج النفسي لا هي عملية مع بعض لازم تكون متوازنة متوازنة ما بصيرش نهمل أي شيء يعني على حساب شيء لكن إحنا منعتبر إنه الإدمان الجسدي سهل علاجه نعم ماشي يعني عفوا زي ما بتشوفه في الأفلام ممكن واحد يعصب يعرق يضرب يكسر حدا ممكن ضبطه ماشي من خلال أدوية إذا كان الطبيب مشرف عليه بفترة العلاج لكن الإدمان النفسي هو نوع من الولع والاشتياق يعني كيف الإنسان اللي بعشه شيء تعلق آه إحنا لما نقول إدمان لسه مرحلة زيادة عن التعلق يعني تخيلي إذا كان يتعاطى في مكان ومر من هناك بيجع باله فورا يتذكر ممكن بعد سنة بعد عشرة بعد خمسة وإحنا منسميها إذا رجع للمخدرات منسميها انتكاسة الانتكاسة بتكون دائما أصعب وبكميات أكبر وممكن نوع الثاني أكثر لسه لأنه برجع بشراها زي ما بقوله لموضوع التعاطي فإحنا من خلال الأخصيين الاجتماعيين النفسيين اللي عنا منحاول إنه يكون هناك في جلسات ونكون هناك في تفقد بشكل دائم ومتابع لهاي الحالة بعد بتخلص الإلاج الجسدي تعفن يعني نقدر نقول إنه إحنا حالات النجاح جيدة لكن ليس بالمستوى طلوب مش عنا في كل العالم فإحنا دائما منقول نلحل حالة التعاطي في البداية بنقدر نسيطر عليها حالة الإدمان ممكن نسيطر عليها لكن مش فترة طويلة يعني فكلما الواحد يتوجه لنا أهله أسرع أسرع بكون فيه مجال ممكنش بتاخد فترة العلاج النفسي تقريبا يعني عشان يعني هذا باعتمد على الشخص على طبيعة الشخص واللي أهم من هيك يعني أنا إنسان كنت مدمن وتعافيت جسديا وحاليا أنا يعني فترة زي موضوها النقاها إذا تمشكلت مع إمي وردت قالت لي أنت متعاطي أنت كذا فبرد ممكن أرجع إحنا ما بنشترن كمان مع الفرد بنشترن مع أهله عشس أنه أهله أنه يستوعبوا هذا البني أدم غلط ومهلأ ومريض إحنا من نتساعد مع بعض نعالجه إذا ما تقبلته الأسرة رح يرد يرجع أكيد إذا ما تقبل المجتمع رح يرد يرجع أكيد وهذا يعني بعض الصعوبة للأهمية لأنه إذا كان بيشتغل رح يخلوا لديك شغله رح يسمحوا له يعني النظر ما تخليه أنه مدمن سابق يرجع على الشغل وهذا بأثري كتير على نفسيته يعني أنه ممكن يخليه يقولك أنا تخسرت كل شيء كل شيء فما بالتالي ما مش فرق مش رح تفرق معاه يعني آه تمام يعني مدة مرحلة العلاج مربوطة بمدة مرحلة الإدمان يعني بتكون على نفس الطول الفترة الزمانية إذا كان صره مدمن فترة كتير طويلة بتطلب هذا مرحلة علاج أطول أطول بس مش كبير كتير يعني مثلا إذا كان مدمن عشر سنين على موضوع الحجيش ماشي مامنا نقعد مع عشر سنين ماشي أهم شيء كمان بهمنا أنه هو يكون بده إذا ما كان بده على الفاضي ماشي إحنا من الحالات اللي بتيجي عندكم بتلاقي في إقباله ورغبة عندهم أنهم يتعالجوا 99% اللي بيجوا عندهم حابين ومتمنين أنه يخلصوا لكن بدهم حدا يساعدهم بدهم حدا أبل كل شيء كمان يفهمهم لأنه حواليهم ما بيستوعبوا بعدين في شعالات بسيطة كتير أحيانا إذا أنت عالجت سبب تعاطي أو توجه للمخدرات ممكن أحيانا تكون أسباب بسيطة ماشي تسعدي فيها أنت السبب ممكن تقدر أن تتعاوني في ناس وبصدق يعني إحنا متوقعين أنه بدهم مثلا أسبوعين ثلاثة يتعافوا جسديا وبدهم فترة مثلا منموم شهر شهرين والله بأربع خمسة هم كان كل أموره تمام لأنه بده جاي وفيه عندنا حالات نجاحة كتير جدا الناس اللي حاليا على رأس عملهم اللي متزوجين يعني مشت الحياة معهم وناس بتخاف ربنا وناس أصلا صحي يمكن يعني كانت يمكن كمان أصحاب السوق يعني هم كمان سبب أنهم بيكون الشخص يعني مش متجه لهذا الإتجاه بس في أصحاب السوق يعني هم بيدفعوا لهذا السلوك للأسف يعني وضع صعب جدا يعني فعلا بكون في الإنسان المدمن حابب يتخلص بس مش عارف يعني مش كمان هو ممكن بنسى همومه عشر دهائق خمس دهائق إذا كان عنده مشكل كبيرة آه بنساها بس بيرجع هم يؤب مشكل أكبر هم راح يرجع في بصيبة أكبر وراح يرجع بعمليات إدمان هلأ بس سريع المقاطعة بس هلأ إحنا لما نوصل لمرحلة العلاج بتم يعني انقطاع المخدر عن الشخص طبعا بشكل تام إحنا من آمن في هذا الشي يعني في ناس يمكن بتصير تخفف الكميات هاي بقى هذا يعني فيه من قدر نقول فيه مراكز بتعتمد للاستراتيجيات في العمليات العلاج أنا برأيي إحنا كعلاج غير دوائي إحنا ما منستخدم أي شيء علاج ولا أي شيء ماشي إحنا منستخدم أنه يقول أوكي بدي يكون طبيبي يكون طبيبي إحنا ما في عنا مركز علاجي إحنا عنا مركز إرشادي يعني إحنا عنا أخصائيين نفسين في عملية الإرشاد ما من يجيب الواحد من نيموا عنا يعني أنه كان مقيم تتواصلوا معهم عن طريق وبيجوا عنا وإحنا ممكن نروح عندهم لكن إحنا يعني بوابتنا للمجتمع الفلسطيني أو للحالات الإدمان الأخضر الله أو للتعاطي هي عبارة عن الخط الإرشادي المساعد بتصلوا وبيجوا عنا وكله طبعا بيتم بسرية تامة يعني هاي سنة 13 تقريبا يتشجع أي حدا مثلا عنده مشكلة يتوجد للنجز ما بهمنا منين ما يعطينا مع أي معلومة يقولنا مثلا أنا اسمي أبو محمد يعني كتير حالات عنا يجوا وراحوا ومسألناه ما بهمني أنا صح أنا بهمني أنك أنت تكون تطلع من عندي إنسان ترجع إنسان منتج للمجتمع وليس عالق للمجتمع ترجع تاخد وضعك نتأكد إنه أنت مثلا في بعض الأحيان خصوصا اللي بتعطوا للمخدرات عن طريق الحاكم خلقنا نحكي عن أنواع المخدرات بهمنا إنه ما يكونش عنده مرض الالتهاب الكبد الوبائي الهباطايتس لإنه إذا ممكن بنتقل من حد لحدا بهمنا إذا كان هناك فحص للهي إيدز برضو هذا مهم طبعا لإنه ممكن يكون استخدمها مش بفلسطين ممكن استخدمها في فلسطين المحتلة وهي من أكبر مشاكلنا إنه إحنا معظم المراهقين اللي بنزلوا للأسف في العمل في الفلسطين المحتلة عن 48 بنزلوا بكونوا مش عالي إنهم مكبوتين فإذا قالوا أي حدا هناك ممكن يوجهوا لملاهي ليلية لمناطق أجلكم الله لمناطق ضعارة لمناطق التعاطي مخدرات فهي يعني كثير من الحالات اللي بتيجينها برضو هي من اللي بيشتغلوا من المراهقين في 48 وبتحس كمان في ممكن حتى كمان المشاتل اللي بنسمع عنها دائما هي مش من ضمن مناطق السلطة صحيح صحيح يعني هم عبارة عن التجار بيحاولوا يستثمروا عننا فبيكون هناك يعني مع أشخاص في بيئة هيك ضعيفة ممكن تتقبل هاي الأسوليكيات وتمويل كبير يعني في عنا ملايين إحنا ملايين يعني تصرف ويعني في هذا المجال وهي هي الخطورة اللي عنا إحنا بنحكي هذا ما تم اكتشافه طيب ما في قوانين رادعة أو عقوبات يعني توقف كل التجار هذول عند حدهم خاصة الموجودين عندنا في ضمن نطاق السلطة الفلسطينية إحنا كان في عنا للأسف قبل فترة طويلة كانت تتعمل في المحاكم والجهات التنفيذية قانون ليس قانون فلسطيني قانون أو عبارة عن قرار حاكم عسكري لكن الحمد لله الحمد لله ونتيجة للجهود كل الناس الغيورين في بداية 2016 تم إصدار قرار مرشوم من سيادة الرئيس في هذا المجال ووافق على قانون العقوبات إلى حد ما جيد جدا مثلا إحنا بنقول الإنسان اللي بتعطى أول مرة وبتم الخائل خبض عليه يعفى لا يحكم بس إذا تاني مرة أنا بحكي عن مرحلة التعاطي يحكم من سنتين لثلاثة أخل شيء التعاطي وهذا الشيء رائع ممتاز يعني بنعطى فرصة لأنه ممكن يكون هو إنسان مضلل ماشي ما مننا نقدع مستقبله يعني مش فهمنا أنه نجن المرحلة ما يتعالج أه أو يكون هو عنده رادع يعني عشان ما حدش يفكر أنه في عقوبة بالنهاية لا هو في عقوبة وفي أحكام صدرت في هذا المجال الموضوع للتجارة يعني فيه عندنا أحكام نقول يعني عشرة خمستاشر سنة لإنسان تاجر مخدرات يعني أنا برأيي الشخصي على اللي بأشوفه من الحالات لا يتناسب مع الجريم اللي عملها التاجر طبعا يعني هو ممكن ما بيدمر شخص هو بيدمر أسرة بيدمر مجتمع أسر أسر وإحنا يعني عفوا أنه ما زلنا تحت الاحتلال يعني إحنا بحاجة لكل شاب لكل بنت لكل صبية لأنه يكون في محله ويكون بدوره بواجبه على أساس أن نقدر نتكامل من أجل أنه نساند بعض عشان نوصل هدفنا فهذا برجعنا عشرات سنين يعني بعد إذنك يعني القدس هلأ مستهدفة كانت وما زلت وستبقى مستهدفة فقط ما فكروا للإسرائيليين أنه أنا بدي أهدم البيت لا ولا بدي أصادر هذا البيت صاروا يفكروا كيف بدنا نهدم الإنسان من داخله فحاولوا من خلال المخدرات أنه يفرغوا الإنسان المقدسي من محتوى النضالي الوطني الثقافي في موضوع المخدرات أنه آلاف إحنا في القدس هذول الشباب كانوا هم من اللي إحنا منقول يعني اللي بحافظوا على الأقصى وعلى قبة الصخرة هذول أصبح جزء منهم للأسف همه الوحيد اللي هو موضوع الإدمان نتيجة مش لأنهم سيئين لأ لأنه تم التغريد بيهم وهناك كمان في عملية نشر ممنهج يعني موجهة يعني تاجر المخدرات إذا بعطي إنسان فلسطيني من القدس لا يحاكم الشرطة ما تعتقل الإسرائيلية لكن إذا تم إعتقاء هذا الشخص وزع لشخص إسرائيلي يعتقل فورا وهذا شيء معروف يعني في محاوضة القدس يعني شيء ممنهج لكن للأسف بأيدي فلسطينية لأسف يعني أنا كنت رح أحكي أنه كمان على رأينا بالتجار يعني بتاجر بالمخدرات أنه عن جد على اعتبار هيك باللغة العامية الدنيا دوارة فعنجد ما بيخافوا أنه ربنا يعاقبهم أو أنه أحدا من أولادهم أو اللي حواليهم من أقاربهم أو أصحابهم وميتعرضوا لنفس الخديعة فعنجد هذا الإشي كتير مؤلم يعني شوف اللي بوصل لمرحلة أنه تاجر في المخدرات هذا يعني أنا بعتبر أن الإنسان أو الجند الإسرائيلي مش الجند الإسرائيلي العدوي هذا بدور أكثر من الجند الإسرائيلي جند الإسرائيلي ممكن فأصحب الأمور يقتلني مرة صحيح؟ لكن هذا الإنسان رح يقتل مئة مرة مئة مرة ورح يشوف قديش رح يدمر المجتمع اللي ما أدرت عليه لدولة الاحتلال هو رح يقدر عليه بصبت وانت بتعرف إليه لما بتدمر أسرة شو معناه؟ انتهت هاي الأسرة وفيها ممكن يدرب نسيج الاجتماعي بالنهاية يعني الحالات اللي بتيجي عندنا أخسم بالله يعني أحياناً يعني ما أمدأ أقول لك تتعاطفي بس بتصفني بتقولي لا حول ولا قوت الله بالله يعني شب بقمة الشباب بنت مثلاً شخصية في نسبة إنات تتعاطف؟ طبعاً نسبة الإنات تقريباً حوالي 5% 5%؟ 5% طيب بأه بزبط أش الأعمار؟ هي نفسها الرينج يعني 12 سنة يعني هما فيهم 12-13 سنة يعني بس هي مراحل المراهقة من يقدر نقول 16-17 وفوق وبرضو كمان يعني نقدر نقول طبعاً أش المناطق اللي هي يعني بتكتر فيها الحالات التعاطي؟ تقريباً يعني ما بدي أحكي كمدن بس بدي أحكي يعني هي كريف هذا باعتمد من محافظة لمحافظة لكن بديك تعرفي أنه انتشارها ضمن السيطرة الإسرائيلية اللي هو انتشارها أكتر شيء بيقول في مناطق سيء للتوزيع في مناطق لا تتبع لسيطرة الأجهزة الأمنية حتى كمان المتعاطين يعني مدام هناك في التوزيع فهناك سيكون أكتر يعني لكن مش معنى أنه للأسف هلأ بوجود بوها على التليفون بيقدر تجيب تشيلي بدكية صحيح يعني ديليفوريك صاروا إنها الموجودة حكي لها أكتر من مرة إنه آه بتتصل برقمها ممكن يجيب دكية في رأيه فيه رقم توصيل مرحلة آآ يعني عادية بالفترة كانوا نزلين أشياء على الفيسبوك نفس الشي إنه بدوا رقم يتصل على رقم 052 طبعاً عشان ما يكونش من طبع بزبط آآ أول إحنا السنين الباضية والسنين قبلها يعني نشوفوا قداش بوسط فيهم الجرأة مستوطنين يعني هم اللي جابوا كمية كبيرة من المخدرات لشباب فلسطينيين في منطقة بيتا وتم إلقاء عليهم من قبل الأجهزة الأمنية مستوطنين يعني شوفوا هالترابط دليل على إنها قداش يعني هم شو الهدف وإحنا مننفذ يعني بكل يعني زي اللي ديش أشبه يعني إنه إحنا المستوطنات الإسرائيلية تبدأ بأيدة فلسطينية يعني نفس الفكرة يعني فالوضع مش إحنا بنبني لهم وهم بيدمروا يعني يعني أرض فلسطينية تصادر ماشي إحنا بنيجي بنبني لهم هون عشان يكون معطيهم شرعية يعني بطريقة أو بأخرى إحنا ما نبدأ خود في هذا الموضوع لأنه موضوع بدهم يعني فرص عمل صحيح وهذا حق لكل مواطن فلسطيني لكن برضه موضوع المخدرات للأسف أيضا يتم بأيدة فلسطينية صحيح إستدنا نحكي دكتور إياد عن السلوكيات اللي إحنا ممكن نلاحظها على الشباب أو على الشاب اللي في البيت في الأسرة الوحدة لنلاحظ إنه موضوع عنده سلوكيات هيك غريبة ننتبه إنه ممكن يكون بتعاطى شو ممكن نلاحظ عليه سلوكيات شوفي يعني بدي أحكي في كتير شغلات يعني رحكي عنها لكن بش معناه إنه إذا طبقة شغلة أو شغلتين أو مؤشر أو مؤشرين بصري يعني ننتبه حتى معناه فورا نععد إحنا على كرسي هيك وصير أبلش أعطي إنه فلان مدمن فلان طعال إنه نقعد نعضي حتى بس عشان أنا أسف في هيك شوية وعي أنا هاي موجودة بحكي عشان هيك بنقعد منها إحنا لكن إحنا بنقول بشكل عام الإنسان اللي بكون عنده متفوق دراسياً وفجأة بصير عنده انقفاض في المستوى الدراسي الإنسان اللي بصاب بالعزلة مرة وحدة والاكتئاب بغير شلة الأصدقاء بصير عنده مثلاً قلة نوم بكون عنده مثلاً قلة نوم مش كترة نوم لا قلة النوم لأنه من أهم أسماء بالطعاط هو بعمل قلق قلق التوتر إذا كان عنده زاد العنف غير شلة أصدقائه للتدخين الصهر كتير كمان برا البيت الفشل الدراسي ممكن؟ الفشل الدراسي كمان؟ إنه يؤدي ولا إنه مؤشر؟ سببه مؤدك؟ نحن حكينا من أول إنه كان واحد معدله مثلاً تمانين فجأة صار خمسين هلأ ممكن إحنا مهمنا نقول كله هذا مخدرات لا إحنا إذا كان الأم والأب عفل يعني مدركين شو معنا الرقابة الأسرية معناها في عندهم مشكلة إحنا همنا نعرفها ممكن تكون مخدرات ممكن تكون مشكلة عاطفية ممكن تكون الأستاذ بفهموش ممكن مشكلة في المدرسة بس في مشكلة بس في جميع الحالات إذا اكتشفناها إحنا راح نساعده وبرضو هذا قبلنا ممكن نقول إن حالات الطلاقة بين الأهل كمان هي بتأهل؟ هاي جزء طبعاً ولها تأثير يعني غياب أحد أفراد يعني أو بذات رب الأسرة له تأثير يعني وحتى لما بيكون مسافر في جهول يعني لما بروح بيغيب طبعاً الله يعيني للعباد يعني لما بيغيب خمسة أيام بيكون عايش فيهم في فلسطين محتلية 48 وبرجع بكون الدور على الأم لكن الأم يعني هلأ مش راح تلحق على مرة وجوه يعني كمان آه يعني برضو كمان والحياة اختلفت عن أول يعني هلأ ما بتلاقيين عفوا يعني الأم يعادي الأسرة يعادي كل واحد على الفيسبوك ولا على الواتسابه يعني كمان فيه هناك كل حدا بعالمه بالضبط وهذا الحكي بخلي إنه هذا المراهق أو المراهقة يتردد إنه يجي يقول للأم أو الأب إنه صار عندي واحد ثانية ثلاثة أنا بدي مساعدكم علماً إنه لأنه أفضل صديق للمراهق أو للطفل أو للشاب هو يا أم ويا أبوه يعني يمكن لازم نفتح باب الحوار بين الأهل والأهل مية المية رائع إنتي إحنا يعني أهم نقطة عنا دائما إنه لغة الحوار نخليها موجودة حتى لو كانت بدي تجيب يعني شي سيئ أو أخبار سيئة بس ضب بس نعطي المجال نعطي لأنه في الشيء حوار أصلا في الأسرة يعني يعني القدوة كمان مش موجودة صح يعني أنا ما أجي يعني أنا بدخن بقدرش أقول لأبي ما تدخنش صح فاقد والشيء لا يعطيه مية بالمية هاي المؤشرات ومؤشرات أخرى كتير يعني ممكن مثلا مثلا يعني اللي بتعطي في الحكم ممكن يكون يظهر علامات ممكن على إيديه ممكن الهالات السود لكن هاي المؤشرات كلها ما بتقول إنه هذا الإنسان قلة أكل مثلا أو طبعا ما قلتني يعني أنا حكيتها كمان بس بدك تعرفي إنه ممكن إذا شوفنا واحد عينيه هنا أو هالات سود تحت عينيه طب بركي بدرس عنده امتحانات بركي بيصار كتير على التلفزيون ونقص فيتامينات مثلا يعني في فإحنا في هيك حالة بس هو كمان لما يعني يتجمع أكتر من سلوك يعني هذا بعطيكي مؤشر إنه في مشكلة مؤشر في راقبي كمان صح تابع وراقبي وهلأ سهل جدا أنا بريح الأهل سلة تعال أنا الولد بقول أنا يعني أو البنت مثلا إنه أنا ما عنديش بطعطاش وشغلة زي هي والأهل مصرين أنا بحل الموضوع بكل سوفي لي عملية فحص بنعملها ببعين شو أخذ يعني خلال فترة لا أي فترة ممكن يكون يعطيكم نتيجة يعني من الأسبوعين تقريبا خلال الأسبوع ما هو مناع ما هو أسبوعين مدمن ما هو يعني إذا كان فترة الأسبوعين مش سيكون مدمن صح صح رح يقوم بتعاطي أفهمت علي؟ هداش بتفرق يعني عشان إحنا كمان نميز الشعر بين التعاطي والإدمان هداش بتفرق التعاطي والإدمان شو أشو؟ ضمن اللي من الحالات اللي منشوفها في مواد إذا أخذتها معرفة الله قبر الله يعني إذا أخذتوها أول مرة بتعمل إدمان من أول مرة الهروي مثلا حكي لنا عن أنواعها إذا هيك خلينا هيك نوضح أنا يعني كان بدي أحكي شوية بهتم دائما أحكي عن مادة هي يعني هي أخطر مادة حاليا موجودة إحنا بفلسطين اسمها الهيدرو أو القناب المهجن هي للأسف 42 نوع مادة واحدة هي عبارة مادة عشبية بتباع بمغلفات كيف في المهلفات اللي بكون محالة معطرة أيوة الصغيرة نفسها بكون عليها أشكال مثلا أو صور يوم بحطوا عليها مبسوطون مصطولين للأطفال السناثر للأعمار عشان عشان تجذب بحطوا مثلا للرجيم كمان تموية هاي المادة تخلط في أجلكم الله مادة الفلت أو الديتيتي اللي هي الدواء للحشرات والسلسير مع أسيتون مع مواد كيموية مجرد إنها رخيصة كيف رخيصة ما بعرف بإسرائيل بكون ها مبلغ لما بتبصرهم تكون أرخاص يعني هذا بخلي الواحد يفكر مين اللي بدعم هاي عشان يساعدوا بانتشاره مين اللي بدعم هذا الفرق في حال إنه دخن هاي السيجارة عندنا طبيعة الإنسان ربنا خلق هذا النوع بتم يعني عن طريق التدخين تدخين تدخين عن طريق السيجار وغالبا عن طريق التدخين اللف مع السيجار العربي لأنه الريحة بتروح بهاي بهاي لأنه اللي بدخن السيجارة عربي حدش رح يعرف شوشين بعدية من كتر ما هو قوي المشكلة إنه الله خلق إنه الإنسان كل ما تموت فيه خلايا من بعض خلايا الدماغ إنه بشكل تلقائي خصوصا مرحلة المراهقة والنمو إلا المطاعة لهذه المادة الخلية اللي بتموت كل ما باخد جرعة يعني جرعة من الشجارة أو شفطة بتموت خلايا من الدماغ فمنلاقي ناس أدمنوا عليه من أول مرة حتى عن تدخين منلاقي ناس بعد فترة أسبوعين ثلاثة أصبح عندهم اضطراب أو تخلف عقلي لأنه ممكن ضرب الدماغ عنده لأنه الخلية اللي بتموت بترجعيش وهاي أكثر مادة منتشرة عنا طبعا في ناس ممكن قداش في حالاتك وصلت لكم من هذا المخدر؟ هي تسعة وتسعين في المية من الحالات اللي بتيجينا هلأ إحنا كلها هيك وأيش بصير أخي شو نتيجة أخي شو؟ يعني الحمد لله في ناس اللي في مرحلة التعاطو بداية الإدمان مستطيع أن نسيطر عليهم في ناس بس بعد إذنك ما في مجال أنه خلص علاجه يعني ما بوصل مرحلة التراب العقلي دي خلص خلص يعني دماغه لأنه السجارة هاي البوادي اللي فيها بتضرب فقط الأول مطلع اللي هو الجهاز العصب المركزي يعني بكون إنسان يعني خلص التراب عقلي يعني اللي يجب أنه يحول لبستشفى مراب عقلي طب مثل ما ذكرت أنه عم بيقوها بحلة بكتير ملفتة فممكن أنه الأطفال بالمدارس يشتروها وهم مش عارفين شو هي بالضبط؟ لا مش لها الدرجة يعني 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 نحكي إحنا طبعا عنتاج المخدرات في شي شي بعيد يعني فانت كيف؟ مستنهت ألا بس هاي يعني بتكون خطرة جدا يعني أنه يتداولوها أطفال يعني يعني كمان عندنا يمكن رقابع على هاي لا يعني الرقابة موجودة من المدارس موجودة من المرشدين موجودة من الأجهزة الأمنية من المحافظ يعني الكل بهتم في الموضوع الأطفال العالم يعني طلعت إشارات قبل فترة أنه في إنا في المدارس يعني لا لا هذا الحكي مش لها الدرجة ولا أنه حبوب علكة لا أكيد سي رقابة بتوقع لا لا كمان هذا الحكي يعني مش موجود أصلا هما حكوا فترة أنه هي المادة هاي نفسها اللي تسمى في الأردن الجوكر أكيد اللي سمعتوا في كلمة الجوكر أكيد هي نفسها نفس المادة هاي وإلها أسماء تانية يعني كيف حبت كمان اسمعنا عن الحبة؟ الترب الترب اللي هي من نفسها؟ لا لا هاي شيء تاني يعني طب سننتكمل بال بس إحنا أنا حبيت يعني الموضوع أكيد ركز على هذا الموضوع لأنه هو أكثر انتشار حاليا وهو اللي يجب أنه فعلا ننتبه اللي ونحاربه وليش منقول إحنا التدخين هو من أهم أسباب المشاكل اللي موجودة عنا لأنه إذا منعنا التدخين مش رح يتعرضوا لهذا الموضوع صح ماشي فإحنا حوالي 95% من الحالات بيكون إحنا ضمنها أنه ما تكونش موجودة هلأ في أنواع أخرى يعني منتشر لك مش بشكل كبير زي الهايدرو أو نايس غاي أو مستر نايس أو السبايسي هاي الأسماء الحركية اللي موجودة إلو يعني في عنا الحبوب اللي مسميها حبوب الإكستازي الحبوب هلوسة اللي مسميها إحنا ترب هاي الحبوب بنجأوا بأخذوها أحيانا ما بكون في حفلة بدخون الإنسان بنشاط كبير نشاط عضلي يعني لكن للأسف أحيانا إذا أخذ هذا الإنسان ممكن أنه تؤدي فورا إلى أنه عقله يذهب في رحلة ترب معناها رحلة باللغة الإنجليزية أكيد الرحلة ممكن تروح ساعة ساعتين ثلاثة أربعة وفي ناس للأسف يعني أيام؟ السنوات إلو أو ما رجع وما في إلو علاج يعني هذا يعني شو طبيعة جسم هذا الإنسان هي اللي بتتحكّر أه يعني الأدوية لو بعتوه على أكبر مراكز العالم على الفاضي يعني بحكتي الرحلة لسنوات آآآ غاضية يعني للأسف في من هاي الحالات موجودة طبعا منتشري هاي بشكل مناش نقول كبير لكن منتشري طبع بداش أسعارهم يعني هي بقدر أي حدا يشتريها يعني ولا بتكون هاي؟ للأسف هاي المواد آآ ممكن إنه بأي حد ممكن في ناس كتير بعبالوها من باب الفكاهة مع الأشخاص اللي حواليهم للأسف يعني أحيانا بتعمل ردة فعل أحيانا بأقول لك ممكن تقدع مستقبل بني آدم يعني قداش خطير ومهم إنه نحكي بهذا الموضوع هلأ كمان في طريقة الشم أو الإبر؟ آآ هاي في براحل متأخرة من التعاطي اللي ببطل الإنسان يستوعب إنه بده كمية أكبر من المخدر بدور أنواع أكتر 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 قوة أكتر عنفة بنجأ مثلا للهروين للكوكيين هذا بالمراحل المتأخرة المتأخرة اللي هي بتكون نقدر نقول على أبواب الموت بيكون خلص لأنه بعديها يعني في النهاية لا يمكن إنسان بطاعة الكوكيين والهروين إلا في مرحلة ياخد جرع زائد يموت ولا يمكن لأنه مش رح يقضي المادة المخدر اللي بأخدها فهذا موجود لكن بصدق مش بكتر عنه يعني حالات يعني أهو نشوي لأنه غالي كمان يعني حتى بحكي لكم شي معلوم بعلمش بتعرفوا فيها حتى المواد المخدر جاي الهروين أو المواد الأخرى هي مواد غير ناقية يعني مش مخدر لكن هو مواد غير ناقية ليش بلجأوا لتجار إذا أنا معي مثلاً نصف كيلو هروين وثمانه ملايين ضعفوا لما بصير كيلو بصير أكثر ثمنه فبيلجأوا وهاي حقيقة و رح تستغربوا بلجأوا للمقابر بيجيبوا الجماجم جمجمة الإنسان اللي في المقبرة بتحنوها تطحن بتسير زي البودرة زي الهروين بيخلطوها فهاي المواد كمان أصلاً هي أريدي سامة وإذا سمعتوا هذا الخبر من ثلاثة شهر أنه كانوا تجار المخدرات متعاقدين مع ناس في مقابر في محافظة أريحة يشتغلوا هذا الشغل حتى بيخلطوها في مواد سامة يشتغلوا على مستوى نحن لو بنقول بده يدمن الواحد يدمن على نوع ناقي ماشي بناشي نقول ماشي بس كمان سموم فران المشكلة الكل بعرف هذا الحكي والكل بعرف ولما تسألي تعدى أنت مع حدا من تجار المخدرات وتعدي حدا مع المتعاطين حدا المدمنين بيكون عنده هاي المعلومات وممكن أنه يفيدك يطلع يحكي محاضرة فيها صحيح إن شاء الله بيتعالجوا كلهم وبيفيدوا غيرهم بالمحاضرات لأنه يمكن المدمن لما يتعالج وأكثر إنسان بيقدر يأثر على الناس المرضى لساتهم أنا في عندي لقاءات كثير بأخذ عليها وجبت هنا على أكثر من مرة من جامعة النجاح لما كان لقاءات مع طلاب علم الناس والخدمة الاجتماعية أنا بجيب مدمن سابق معي حلو كثير بيحكي لهم عن تجربته بيحكي لهم عن كيف كانوا للأسف يوزع المخدرات كيف كان كذا هاي الخبرة هي اللي بتفيدهم أكثر دكتورة بنا نتشكرك شكرا واجب وبالنهاية نحكي كمان للمشاهدين أنه بتتعدد أسباب التعاطي ولكن النتيجة واحدة هي دمار للإنسان وللأ الأسرة طبعا يعني شكرا كثير عن المعلومات اللي فتنا فيها إن شاء الله أنه كل يكون استفاد شكرا كثير للمتابعة موسيقى 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 موسيقى